صدام حسين الركن المهيب صدام حسين الزعيم صدام حسين القائد العربي الأكثر إثارة في تاريخ البشرية صدام حسين القائد العربي الوحيد الذي ضرب إسرائيل في عقر دارها صدام حسين القائد العربي الوحيد الذي حارب إيران ثماني سنوات صدام حسين القائد العربي الوحيد الذي تحدى الشيطان الأكبر أمريكا صدام حسين الذي أحبه فقراء العرب وقتله قادة العرب كما يقولون ربما لا يخلو بيت وخاصة في مصر من صورة لشخصين عبد الناصر وصدام حسين ماذا فعلوا هؤلاء الناس ليعشقهم الفقراء والمسطاء صدام حسين الذي كان يهابه الجميع صدام حسين الذي جعل العراق مفتوحا على مصراعيه لكل العرب لم يكن العراق للعراقيين فقط بل كان العراق لكل العرب صدام حسين هذا الرجل الأسطورة كل هذا ربما نعرفه ولكن هل تعلم أن صدام حسين عاش طفولة معذبة؟ هل تعلم أن صدام حسين كان يبيع البطيخ؟ هل تعلم أن صدام حسين كان يعمل كمسري في الأوتوبيس؟ هل تعلم أنه اعتقل وتعرض للتعذيب؟ هل تعلم أنه عانى في طفولته مرارة الحرمان؟ هل تعلم أنه من أسرى فقيرة جداً من القاع إلى القمة؟ نفتح اليوم ملف صدام حسين في معلومات جديدة وفريدة وغريبة من نوحة عن هذا البطل الأسطوري كما يسميه البعض بداية أقول لكم لسنا مع صدام حسين ولسنا ضد صدام حسين كل ما في الأمر نحن نأتي لكم بالمعلومات ولك الخيار أنا طرف محايد لست مع ولا ضد صدام حسين سنكشف في هذه الحلقة أيضاً عن هذه اللقطات العبثية وهذا المشهد العبثي الذي صورته المخابرات الأمريكية حينما قبضت على صدام حسين في حفرة لم يكن هذا الرجل أبداً ليختبئ في حفرة عندما نعرف تاريخ حياته اليوم لم يكن من هذا النوع الذي يختبئ في حفرة سنكشف عن الشخص الاسم الشخص الذي سلم صدام حسين إلى الولايات المتحدة الأمريكية أربط الأحزمة جيداً في حلقة ولا أروع عن الأسطورة الشخصية الأكثر جدلاً في التاريخ صدام حسين الركن المهيب يلا بينا صدام حسين ولد في 28 أبريل سنة 1937 في تكريت بمحافظة صلاح الدين لأسرة فقيرة جداً مات أبوه قبل ولادته بستة أشهر أمه كان اسمها صابحة الفاح صابحة الفاح دي كانت بتشتغل بتفتح المندل يقوله عرافة أمه كانت بتشتغل عرافة لأنها كانت من أسرة فقيرة جداً وبعدين لما مات أبوه لما اتولت صدام حسين خدته مراحة عند أبوها اللي هو جد صدام حسين فمات جده فأخدته مراحة عند أخوها اللي هو خال صدام حسين كان اسمه خير الله طالفاح وبعدين أمه تزوجت لما تزوجت أمه تزوجت من واحد فراش هذا الفراش أذاق صدام حسين الويلات أذاقه المرار ما بين الشتيمة والضرب وما إلى ذلك حتى عمله عقدة نفسية وما خلهش يروح المدرسة وخله يرعى الغنم وهو عنده خمس سنين ولما كبر شوية أجبره أن يبيع بطيخ في الأوتوبيسات وفي القطارات لما بيجي عنده 11 سنة صدام حسين هرب هرب راح فين راح عندي خاله خير الله طالفاح خاله كان بيحبه خاله كان عنده ابنه اسمه عدنان فكانوا بيحبه صدام فدفعوا إن هو يكمل تعليمه كان عنده 11 سنة لما دخل المدرسة هو عنده 11 سنة تعرض للتنمر هو لسه دخل المدرسة ما عند عيال عندهم 6 سنين ولا خمس سنين وهو عنده 11 سنة يعني شاب كبير فتعرض للتنمر وربما أثر ذلك في نفسه لما كبر صدام حسين خاله ما كانش بيحب الملكية خاله كان زابط في الجيش خير الله طالفاح ما كانش يحب الملكية وكان دايما نتكلم عليها بشكل سيء فهو شرب من خاله لأنه هو كان بيحب خاله لما كبر صدام حسين انضم لحزب البعث المعارض وكان عمره لسه يلا يدوب 19 سنة بس حزب البعث كان فيه راجل اسمه رفعة الحاج سري رفعة الحاج سري ده كون تنظيم اسمه الضباط الوطنيين زي عندنا احنا في مصر كده لما جمال عبد الناصر عمل تنظيم الضباط الأحرار فهم عملوا في العراق رفعة الحاج سري عمل تنظيم اسمه الضباط الوطنيين كانوا في تنظيم الضباط الوطنيين لهم ياتي عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف من ضمن هذا التنظيم عملوا انقلاب على الملكية في العراق على الملك فيصل وحزوا حزوا الشيوعية الثورة البلشفية سنة 1917 السورة اللي جامت في روسيا اعدموا جميع افراد الاسرة المالكة كاملين اعدموهم في هذا الانقلاب اللي حصل وهم طبعا بعدين سموه ثورة لان هو اي انقلاب يحصل يبقى ثورة اذا فشل بيكون انقلاب عبد الكريم قاسم مسك حكم العراق سنة 1958 اصبح رئيسا للدولة عبد الكريم قاسم وسيطر على جميع مفاصل الدولة لما سيطر قاسم على المفاصل الدولة ما عجبش البعسيين فالبعسيين فكروا انه هما يتخلصوا مين من عبد الكريم قاسم فحاولوا يغتلوه وضربوا عليه نار مين اللي ضرب عليه نار المفاجئة صدام حسين فاتصب طلجة في رجله وتحكم عليه بالاعدام غيابي فهرب من العراج راح سوريا عند البعسيين اللي في سوريا البعسيين اللي في سوريا هربوه فين هربوه على مصر راح مصر صدام لانه كان بيعشق عبد الناصر يعني عبد الناصر بالنسبة له كان هو الملهم كان هو زاجات فازر الاب الروحي راح مصر راح مصر سنة ستين وانتسب الى كلية الحقوق وتجوز بانتخاله سجدة تزوجها عن طريق المراسلة سنة تلاتة وستين حزب البعس اتخلص من عبد الكريم قاسم وقتلوه على الهواء مباشرة دا الكلام دا واتي في 14 يوليو سنة 1963 قتلوه على الهواء مباشرة عبد الكريم قاسم ونط ما كان عبد الكريم قاسم مين عبد السلام عارف سنة 1963 بيجي هو رئيس للدول عبد السلام عارف فلما صدام في مصر عارف الكلام دا ماكملش تعليمه في كلية الحقوق لانه هو ميش سنة ستين وانتسب للكلية ماكملش تعليمه في كلية الحقوق ورجع العراج فورا ليه لانه هو بيعتبر ان البعسيين رجعوا للحكم مرة تاني لكن عبد السلام عارف قرر ان يتخلص من البعسيين فاعتقلهم جميعا واعتقل صدام حسين ودخل المعتقل وزاق الامرين وتعرض للتعذيب الرهيب جدا لحد ما استطاع سنة 66 ان هو يهرب من السجن هرب من السجن صدام حسين وعبد السلام عارف مات في حدثة طيارة غامضة سنة 66 اللي مسك بعده مين عبد الرحمن عارف اخوه اخوه عبد السلام عارف مسك بعد عبد الرحمن عارف مسك بعد عبد السلام عارف صدام حاول يشمع البعسيين مرة تاني وعملوا انقلاب على مين عملوا انقلاب على عبد الرحمن عارف سنة 68 ناجحوا في الانقلاب وازاحوا عبد الرحمن عارف وجيه مين جيه احمد حسن البكر لما جيه أحمد حسن البكر راح معين صدام حسين وزير للدخلية صدام حسين جمع السلطات بتاع البلد في إيده جاب عيلته ورح مسكها جميع المناصب جاب خاله ورح ممسكه محافظ المهم سيطر على الدولة وبعد شوية بيجي هو نائب الرئيس بيجي نائب رئيس الدولة وهو كان الحاكم الفعلي صدام حسين كان هو الحاكم الفعلي بدليل اللي أنا أحكي لكم على وقع حصلة ده حاجة لا ينكرها التاريخ يعني أن صدام حسين وجف مع سوريا ومع مصر في حربهم ضد إسرائيل سنة 73 وأنقذ المغرب والمغاربة كان فيه تجريدة اسمها التجريدة المغربية اللي هي أرسلها الملك الحسن الثاني علشان تشارك مع مصر وسوريا في حرب 73 التجريدة المغربية شاركت في سيناء وشاركت في الجولان في سوريا بقيادة جينرال مغرب اسمه عبد السلام الصفريوي التجريدة المغربية دي حررت جبل الشيخ في سوريا وتقدمت للأمام في الجولان فضلت تتقدم تتقدم لحد ما كادت أن تحرر هضبة الجولان لكن حافظ الأسد اتخذ قرار مفاجئ بالانسحاب فالتجريدة المغربية تعرضت للهلاك المحتم لولا أن صدام حسين أمر الطيران العراقي بأنه يغطي انسحاب التجريدة المغربية لهلكوا جميعا يبا بيجي صدام هو الرئيس الفعلي للدولة جيه سنة 79 هو كان نائب الرئيس سنة 79 جل حسن البكر جل له ابو علي حبيبي انت كبرت ريح انت شوية ارتاح ابو علي وانا معاك اخويا فجدم حسن البكر استقالته لظروف صحية جل لك أنا ما نقدرش نكمل عنده ظروف صحية وبيجي صدام حسين هو رئيس العراق الفعلي سنة 79 أول حاجة عملها صدام حسين عمل اتفاقية مع إيران اتنزلهم عن جزء من شط العرب مقابل وقف الدعم الإيراني للأكراد بعدين عمل حاجة تانية غريبة جدا ورهيبة جدا عشان يزبط قوته ووجوده في العراق عمل حاجة اسمها مسبحة البعسيين انتو عارفين ان في حاجة عندنا في تاريخ المصر اسمها مسبحة القلعة الشهيرة سنة 1811 محمد علي لما حكم مصر سنة 1805 ما كانش حد وقف له في الزور غير اتنين بس العلماء ومشايخ الازهر ومنهم عمر مكرم والسادات وده تخلص منهم فضلوا المماليك بس المماليك اللي يجي متين سنة في مصر فمتغلغلين في البلد فقرر محمد علي يتخلص منهم يتخلص منهم ازاي بالخديعة فعزمهم جلهم تعالوا تعشوا معنا النهاردة ابن طصن طالح في حملة حربية ولازم تحضروا المراسم فجم وهم دخلين على الباب اخد منهم السلاح دخلوا تمام التمام رح جافل البوابة ورح مد الامر باطلاق النار قتلوا جميع المماليك وسميت هذه مذبحت القلعة الشهيرة لم ينجوا منهم غير واحد بس اسمه امين بيك نطب الحسن بتاعه من على الصور ويقولك راح سوريا صدام حسين زي ما يكون قارئ التاريخ عمل كده بالزبط عزم البعسيين في قاعة الخلد في بغداد تعشوا حبيبنا صحابي البعسيين وهم جاعدين جلهم انا سمعت ان فيه انباء ان فيه ناس عايزين يعملوا انقلاب منكم عايزين يعملوا انقلاب على الحكم ورح مطلعوا ورجا من جيبه ورح ناده على اسماء اتنين وعشرين واحد موجودين ورح مطلعهم ايه رحوا طلعين على برا هما طلعوا على برا والناس اللي في القاعة ساموا دو 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 الرصاص عما يزغرت في القاعة لكن صدام لما استلم اتخلص بجا من البعسيين هو وعمل اتفاقية مع ايران لما استلم الحكم عمل كان سعر النفط مرتفع عمل معجزة في العراق صدام خلى العراق يعني بلد رائع جدا وبلد راقي جدا وبلد ثقافي وفيه كتب بتتباع وفيه عظمة عمل عظمة سلح الجيش خلى العراق القوة الرابعة العالم عمل اتناشر جامعة في العراق لانه كان عنده عقدة من موضوع التعليم ده عمل علاقات رائعة جدا مع الدول الاوروبية ومع امريكا ومع فرنسا عمل عظمة في العراق يعني العراق في الوقت ده كانت مشعة كانت مفتوحة على مصرعيها لكل الدول العربية وكانت الناس روح تشتغل ويجيب الدنار العراقي كانت طالع كانت فترة زهبية للعراق لحد ما هوبه دخل الحرب مع مين مع ايران دخل الحرب مع ايران سنة 80 فضلت الحرب العراقية الايرانية مستمرة من 80 لحد 8 أو 8 الحرب دي كسر الظهر صدام حسين الحرب دي خلصت بوقف اطلاق النار قبول وقف اطلاق النار سنة 88 مليون واحد ماتوا في الحرب دي 400 مليار دولار خسائر هنيجي الوقع الشهيرة جدا سنة 82 اسمها الديجيل صدام حسين اتعرض لمحاولة اغتيال في الديجيل مهمة جدا ان احنا نعرج عليها دي تعرض لمحاولة اغتيال في الديجيل كان رايح الديجيل فطلوا عليها عشرة من حزب الدعوة الاسلامي كانوا هاي فمات واحد من الناس اللي كانوا مع الحرس بتاعه لكن صدام كان جريء كان جريء جدا بدليل انه هو لما جاموا بالصورة دخل القصر بالدبابة بتاعته لما انقلبوا على عبدالسلام عبدالسلام عارف عبدالرحمن عارف لان عبدالسلام كان مات لما انقل القصر بالدبابة يعني كان جريء جدا فهو صدام تصدى ليهم هو والناس اللي معاه اللي هم العشرة دولة جتلوا منهم تمانية والاثنين التانيين جبضوا عليهم لكن صدام اصر ان يمحوا من على الخريطة حاجة اسمها الديجيل عشان ما فيش حد تاني يجرؤ انه يجف جدام صدام حسين فجبضوا على كل اهل الديجيل تقريبا واصدروا حكم بالاعدام على مية تمانية واربعين واحد نيجي لحاجة مهمة جدا لازم نجف عندها اللي هي مسبحة حلبجة والكيماوي الروايات اتعددت فيها لكن الرواية دي اللي احنا هنقولها ايدتها امريكا هذه الرواية اللي احنا هنقولها امريكا نفسها هي اللي ايدت الرواية دي ايران دخلت العراق بمساعدة الاكراط اكراط حلبجة هدد علي حسن المجيد اللي هو كان اسمه حسن الكيماوي كان اسمه علي الكيماوي علي حسن المجيد كان اسمه الكيماوي كان اسمه علي الكيماوي هدتهم بانه هو يضربهم يضرب الناس اللي في حلابجة اللي ساعدوا ايران الدخول يضربهم بالكيماوي وهو كان بيهدد قال لك انا كنت جاي بش اشهولة من الدقيق وكنت مجهس عشان نرش عليه هو ليه عايز يعمل كده عايز يخلي اهل الديجيل يخرجوا من الديجيل عشان يضربوا الايرانيين اللي في الديجيل لكنه فوجئ بضرب الديجيل بالكيماوي جالوا ان اللي ضرب الديجيل بالكيماوي هو هما هي إيران والدليل إن الجنود الإيرانيين اللي كانوا موجودين في الدجيل انسحبوا قبل الضرب بوقت قليل وهم لابسين الأقنعة وكمان مش معقول صدام هيضرب كيماوي في الدجيل وهو عنده جنود في الدجيل وهذه الرواية أكدتها أمريكا ولك أن تصدقها ولك أن تنفيها انتهت حرب الخليج الأولى زي ما احنا قلنا اللي تورط فيها صدام حسين مع إيران وخسر خسائر ربعمائة مليار مليون واحد ماتوا لما طلع من حرب الخليج طلع مديون وطلع عليه فلوس وطلع مستدين من دول الخليج فمش عارف يلم الليلة يعني الليلة بتادت تفتح منه بتادت تتبعزج منه فجلك إيه احنا لازم نلاجح حل للموضوع ده فاتهم الكويت بإن هي بتسرج البترول النفط العراقي عبر الحفر المائلة اتهم الكويت بأنها تسرق البترول عبر الحفر المائلة الكلام ده سنة التسعين ويجوم عملوا مشاكل كتيرة جدا وراح حسني مبارك راح الرئيس مبارك يتناجل من عند صدام واخد صدام قال لي انت هتضرب الكويت قال لي انا مش هضرب الكويت بس ما تقولش الكويتين ان انا هضربهم راح حسني مبارك ما بتطلع على الكويت عند الصباح طمنوا صدام قال لي انا مش هيدرب بس ما جلكوش ان هو هيدرب وبعدين طلع من عندهم في السعودية عند السعوديين وابتدى يعمل تطمينات واخدين تعهدات من صدام ان هو ايه مش هيدرب الكويت وفجأة الناس صحيت في النوم في الليل ساعة اثنين في الليل ليجت صدام حسين بيشتاح الكويت وبيحتلها بالكامل وصدام حسين اعترف فيما بعد بانه اخطأ خطأ شنيع جدا لان صدام اخطأ نفس الخطأ اللي اخطأ وهتلر هتلر كان منتصر في الحرب العامية التانية وكان محتل لفرنسا وكان محتل لأوروبا لكنه وكان عامل معاهدة مع روسيا انه هو مضربش روسيا ولا روسيا تضربه لكنه هو عامل حب يعمل سبع البرنبة فراح داخله روسيا الجنود بتوعج جمده فصدام حسين اعترف بعدين انه هو ايه اخطأ في حرب الخليج التانية واخطأ في غزو الكويت وجدم اعتزال الكويتين سنة 2002 لكنهم هم ايه رفضوا الكلام ده طبعا شكلا ومضمون يعني انت احتل لبلده ويه تعتذرلي هعمل به ويه الكلام ده فابتدى يواجه كوارث ابتدت الدنيا تتجل عليه منها من ضمن الكوارث اللي وجهها صدام دي حي اسمها الانتفاضة الشعبانية حصلت سنة 91 سيطروا الناس الصوار اللي عملوا انتفاضة دولة سيطروا على 14 محافظة في العراق لكن صدام حسين اسند الموضوع لحسين كامل حسين كامل ده كان جوز بيته حسين كامل وعنده اخو اسمه صدام حسين كامل ده جوز راه ده وصدام ده جوز رانا ولاد صدام حسين بنات صدام حسين هما الاثنين متجوزين بنات صدام حسين اسند له المهمة دي فجامعا من احسين كامل كانوا محتمين هما بضريح الحسين رح قاسف الضريح وقاسف كل حاجة ورح 150 الف انسان في هذه الانتفاضة الشعبانية ابتدى نجم حسين كامل يطلع لما نجمه ابتدى يطلع ابتدت تجيه الاخبار انه عدي ابن صدام بيغير منه فعايز يتخلص منه عايز يكتله فهرب رح فين رح الاردن طلب اللجوء السياسي في الاردن رح الاردن مش يقوله هو ساكت لا لك 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 جاعد يتكلم على صدام كلام مش حلو بتاع المهم صدام خد الموضوع بالسياسة وجال لك ايه اجيبه فطلبوا جلهم بعت لهم جلهم غير يطلبوا مني العفو انا نعفو عليهم فطلب حسين كامل واخوه الصدام كان اسمه صدام طلبوا العفو من مين من صدام فجال لهم احنا اخوات احنا عيلة وحدة احنا مع بعضينا عيب نعض في بعض تعالوا دي البلد بلدكم وانتم متجوزين بناتي فرجعوا لما رجعوا لجوا مين مستنيهم لجوا عدي ابن صدام حسين مستنيهم فين على الحدود رحواخد اخوات البنات ورحواخدهم مسلمهم لمين للعشائر وبعت لهم صدام حسين جال لهم انا مسامحوا لكن انتم عارفين العشائر عارفين انتم جزاء الخيانة ايه ورح طلع بجعالي الكيماوي عليهم رح مخلص عليهم كاملين على حسين كامل وعلى اخوه وعلى ابوه وعلى امه حتى على الخدمين علشان ما فيش حد يجرؤ ان يجف جدام صدام حسين كل ده عمل لحد كده وصلنا لحد سنة 98 كل ده خلى العراق التي كانت منارة العلم والفكر والمدارس والشغل والبترول وكانت بتصدر البترول للعالم كله وكانت دولة غنية وكانت القوى الربع العالم وكل الدول العربية بيروحوا اشتغلوا في العراق وكل الناس بتحمل كل الازمات اللي عدت دي وهذه الاخطاء السياسية الفادحة التي ارتكبها صدام وصلت العراق ان هي تبقى تحت الحصار محاصرة فاضطر صدام يقبل به النفط مقابل الغذاء ما عندهمش غذاء ما عندهمش أدوية يعني لما تجرى الحاجات دياتي تشوف جديه العراقيين دول عانوا يعني شوف العراقيين ما زالوا بيعانوا الحد النهاردة شوف العراقيين بيعانوا من امتى من زمان وهم بيعانوا والحد النهاردة العراقيين بيعانوا فشيء عجيب جدا يعني العراقيين دولا نقدر نقول عليهم من اعظم الشعوب ومن اكثر الشعوب صبرا وجلدا العراق العظيمة الحضارة البابلية القوة والعظمة ايه انت لو جريت عن تاريخ العراق يا جماعة شيء عظمة عظمة العالم كله كان العراق فاضطر يقبل بالنفط مقابل الغذاء علشان يقدر يمشي الامور شوية وعلشان الشعب بتاعه لكن ييجي بوش وتيجي امريكا الشيطان الاعظم هل يقبلوا بان بعد ما عمل صدام حسين ده كله وتحداهم ان يفضل في منصبه ده الكلام الظاهر لكن الباطن ان هناك طمع امريكي واضح جدا محتش يقدر ينكروا يعني في النفط العراقي فعمله تلكيكة روح يعمل ندور عنده وجاللك صدام عنده اسلحة كيموية عنده اسلحة كيموية ونووية نروح ندور يروحوا يدوروا ما لجيوش حاجة ييجي صدام طريطهم يرجعوا تاني يقول لك احنا ندور تاني يدخلوا يدوروا تاني وبعدين يقولوا امريكا نفسها عايزة تروح هي اللي هتدخل تلاجي الكيمو اللي عندي صدام فين يعني انتوا عارفينه فين يعني أنتوا اللي دخلتوا دا ستو فهم اتهموا صدام تهمتين اتهموا بأنه عنده أسلحة كيموية ونووية أسلحة ضمر شامل يعني واتهموا بأنه على علاقة بتنظيم القاعدة وثبت التاريخ فيما بعد لم يكن يمتلك صدام أسلحة ضمر شامل ولم يكن أبدا على علاقة بتنظيم القاعدة لحد ما حصلت الحرب الأمريكية العراقية وشفنا دور لازم هنا نتكلم عن لقطة واحدة بس محمد سعيد الصحاف اللي هو فيما بعد طبعا سلم نفسه عشان ينجو بنفسه لكنه أدار المعركة إعلاميا بشكل حماسي جدا وظهور صدام حسين وهو راكب الفرس راكب الحصان وبيتجول في الشوارع يعني كان شيء ملهم للعامة وللبسطاء الذين يبحثون دائما عن بطل يمكن دي من ضمن الأسباب التي تاجع للبسطاء يعشاقون صدام حسين لأن محدش مسى البطولة محدش عمل بطولة بعد جمال عبد الناصر غير صدام حسين فالناس البسطاء العامة كانوا يعشاقون لأنه كان تخيل أنت يجي واحد يتحدى أمريكا الناس هتحبه يجي واحد حدى إسرائيل الناس حتى لو كان غلطان حتى لو كان غبي برضو الناس هتحبه فإحنا النهار دا مش عشان نقول صدام ديكتاتور ولا صدام وحش ولا صدام كويس دا الموضوع دا مطروك لكم أنتو إحنا بنعطيكم معلومات وإنتو حرية لحد ما حصلت بقى إيه حصلت بقى أن أمريكا دخلت فهمتوا أمريكا دخلت بشكل يعني بشكل فيه استخباراتي وشكل مفهوش شرف على الإطلاق رمت لهم منشورات من الجو منشورات مكتوب فيها أن الجيش العراقي قد سلم نفسه أن قادة العراق والجيش العراقي سلموا نفسهم وبتطلب من الجميع أن هو يسلم نفسه المنشورات نزلت وصلت للناس إزاي يعني سلم نفسه مدينة أم قصر الواحدة جاءت 21 يوم تقوم الأمريكان فدخلت أمريكا العراق بالخديعة بالخديعة لما دخلوا العراق عملوا اختفى طبعا صدام واختفى عدي وقصي ولاد صدام كان فيه واحد اسمه نواف الزيدي نواف الزيدي دا كان مستخبى عنده مين مستخبى عنده عدي وقصي فأمريكا عملت جايزة 30 مليون دولار للي يدل على عدي ولا قصي ولا صدام راح عم نواف الزيدي راح دلهم على مين دلهم على عدي ودلهم على قصي فراحوا جبضوا عليهم مش جبضوا يعني هم عملوا واجهوهم واجهة شارسة جدا ما استسلموش وفي الآخر خالص ايه طبعا ايه ماتوا هذا المشهد العبسي اللي صورته أمريكا في ان صدام حسين في حفرة وطلعوه ودجنه وبتاهم مش عارفين ما كانش الكلام ده خالص هم جابوه وحطوه وعملوا الفيلم دواتي عشان يقول العالم نحن أمريكا القوى القاهرة في العالم انما صدام حسين كان مستخبي في مزرعة بتاعت وحد صاحبه اسمه قيس النامق قيس النامق قيس النامق لما لجي العملية فيها فلوس ولجي العملية هتزهزه ما جالك عم نمالي وما لصدام وما الخدام والكلام ده كله راح مبلغ عن مين عن صدام راحوا جايبينه مين بالمزرعة جابوه من المزرعة وراحطوه في الحفرة وعملوا هذا المشهد العبسي هتقول ليه صدام ما جالهاش في المحاكمات يا مجال ولكن كانوا هم بيقطعوه ويعرضوا اللي هم ايه اللي هم عايزينه وتعرض صدام الحسين لمحاكمة هزلية طبعا المفروض ان امريكا هي التي كانت تحكم على صدام حسين وحكم عليه في قضية الدجيل بالاعدام بالاعدام شنقا ودافع صدام حسين عن نفسه حتى اللحظة الاخيرة حتى اللحظة الاخيرة كل الكتاب كل المفكرين كل السياسيين يتحدثون عن هذه اللحظة التاريخية المفعمة بالقوة هذه اللحظة الانسانية المفعمة بالعظمة المفعمة بالجبروت لان صدام حسين قعدم في 30 ديسمبر سنة 2006 كانت ليلة عيد الميلاد وليلة عيد الضحية فكان موقف حريج جدا لجميع المسلمين في العالم كله ولجميع العرب في العالم كله لكن هذه اللحظة لم تمر بسلام التقطها عدسات الكاميرات صدام حسين لم يرتعد لم يطرف له رمش كل ما فعله صدام حسين هو انه طلب معطفا كي يرتديه لان الجو كان برد في ديسمبر فلما سأله انت ليه عايز المعتف عشان ترتديه فقال لهم حتى لا ارتعش ويظن شعبي انني خائف من الموت لقد واجه الموت واجه الموت بقوة واجه الموت كرجل ومات كرجل واسلم روحه الى خالقه ونحن الان قدمنا لكم قصة حياة صدام حسين بمعلومات مختلفة ومعلومات جديدة كما قلت لكم لسنا مع صدام حسين ولسنا ضد صدام حسين لكن المؤكد اننا بالتأكيد ضد اعدام اي زعيم عربي من قبل دولة اوروبية او دولة غربية او دولة امريكية ايا كانت هذه الدولة وايا كان هذا الرجل خاطئ ايا كان شعبه هو اللي حاكمه مجيش قوة اخرى هي اللي تحاكمه هذه هي اللحظة التي جرحت مشاعر العرب وجرحت مشاعر المسلمين في ليلة عيد الضحية لكن صدام حسين مات كرجل ومات كبطل ومات منتصبا وشكرا